في إطار التصريحات الرسمية التي كشفتها وزارة الداخلية العراقية حول تمكن قوات حرس الحدود من استعادة نقاط حدودية مع إيران كانت تحت سيطرة جماعات وصفتها بالخارج عن القانون وتزامنا مع عداد الساعات التنازلي قبيل الموعد النهائي الذي وضعته طهران لالتزام السلطات العراقية بالاتفاق الأمني المبرم بين البلدين والذي يقضي بنزع سلاح جماعات وأحزاب كردية إيرانية معارضة تتمركز في مناطق حدودية مع إيران في الشمال العراقي تعلن قوات الأمن الإيراني اعتقال أعضاء خلية كانت تابعة لجماعات وصفتها بالإرهابية دخلوا إيران وكانوا يخططون لإطلاق النار على تجمع محتمل في مدينة السقز في كردستان إيران إعلان يقرأه خبراء أمنيون بالحساس في وقت زمني صعب حيث تصريحات رسمية بضبط الشريط الحدودي العراقي الإيراني وتمكن قوة من لواء الحدود الثاني وفوج مغاوير حدود المنطقة الأولى وبإسناد من قوات حرس الإقليم البيشمرقة من مسك نقاط حدودية على الشريط الحدودي العراقي الإيراني بعد اشتباكات مع جماعات خارج نطاق القانون كانت تسيطر عليها ضمن الحدود الإدارية لمحافظة أربيل بحسب بيانات أمنية تسارع الأحداث الأمنية الحدودية يبدد بحسب محللين إمكانية الالتزام بالموعد الإيراني النهائي لتنفيذ الاتفاق الأمني بالكامل ويفتح الباب لتنفيذ تهديد طهران باللجوء للخيار العسكري والتخوف الأكبر الذي ينتشره في الأوساط السياسية والشعبية مما غبت أن لا تتم إمكانية الالتزام بالاتفاق لوجود تحدي من أحزاب المعارضة لطهران من حيث انتقال الأزمة الحدودية إلى دبلوماسية بين بغداد وطهران ترجمة نانسي قنقر